في تكملة المسألة عنا حسبنا الـ Power. Real Power أو Active Power حسبنا الـ S. دائماً تعريف الـ Power Factor دائماً. هو الـ Active Power على الـ Apparent Power. كأنه نوع من الـ Efficiency هو مش Efficiency أوكي؟ كأنه نوع من الـ Efficiency. يعني حتى أنا أورد لهذا الـ 94 واط اضطريت أني أحمل الشبكة. فهذا طبعاً سيكون الـ Current أكبر. في Current كبير عمالي بأنه الـ Current كبير هون حتى أقدر أوصر قيمة نسبياً صغيرة. مش هيك؟ هي مش Efficiency فيشي Losses أو رح يصير فيه Losses. بس هون هذا الرقم و هذا الرقم نوع من أنواع Efficiency. فعندي حوالي 95 على 370. هل تفعلين؟ كمتش بتطلع؟ 0.25 0.25 لاقنق ولا ليدينج؟ لاقنق ولا ليدينج. لاقنق. ليش لاقنق؟ لأنه عند النقطة. لأنه تختب لود. ها؟ فعندي هون 0.25 لادنق. هل الـ 0.25 رقم مقبول؟ 0.25 لا تفعلون. ماذا لازم الرقم؟ يعني أحاول الإرفع. 0.95 أقرب إشي إلى 1. صعب أجيبه واحد. ممكن مثلاً أوصل إلى 0.85. إذا أجد. أقرب إشي إلى 1.5 ليدين ولا ليدينج؟ خلي ناقن، ليش رد حوله ليدينج؟ أنا زي أحب توصل إلى 0.85 ليدينج هو لاقن ووصل إلى 0.85 ليدينج أنه اريد إخلاء. ليش رد حوله من 0.85 ليدينج؟ واضح؟ بمعنى بدنوفر من 0.25 إلى 0.85. ونلاقي قيمة الكاباستر اللي بدنا نحطه عشان نعمل امتروف مثل الكاباستر من القيمة القديمة للقيمة الجديدة تمام؟ هلا الفكرة اللي راح تصير عنا انه انا راح اركب كاباستر هون هاي خط كاباستر عند النقطة هاي على مدخل المنشأ هذا الكاباستر عن طف regularly هو راح ازود جزء من الرياكتف باور اللي بحتاجه الاندكتر الاندكتر احنا بالاصطلاح لنقول الاندكتر قنسومس رياكتف باور ساوبولايز aliiety Nicole لو انا مش حاطط هذا الكاباستر من لوين الاندكتر راح ياخذ الرياكتف باور ضغواته من السبلاي بدال ما يسحب هايgenseni من السبلاي بس يرجوتهم من هاي القوائز الممر ياجي من الكاباستر الى الاندكتر فالكفاسطر وضع ذن الحط القاعدة لهان الاندكتب الاندكتب هادا convention شو هي الاندكتب الاندكتب اسطلاح الاندكتب 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 ال حسناً؟ هذا إصطلاع دكتورس إدكتف لوت كونسيوم برياكتف باور كاتاسترس كاتاستف لوت كونسيوم برياكتف باور وهذا رح يغني لي لي أسحب الرياكتف باور من الصورس في الرياكتف باور ما رح تمشي هون وهي رح خفف من اللوسيس اللوسيس اللي موجودة في هذا اللوسيس دعما بنحطه إمبارل شو كانت الأوبشنز التانية؟ شو كان ممكن أعمل؟ هل كان في طريقة تانية أغير الباور فاكتر؟ كان ممكن أحط الكافستر إمبارل مع الإندكتور ما بنعمل إحنا هيك بس كان ممكن كان ممكن أحطه إمسيليز مع الإندكتور والريزيستر برضو هبعمل هيك لأنه هذا بخرب باللود الأصلي واللود الأصلي أصلا ممكن ما يكون إندكتور لحال وريزيستر لحال شو ممكن يكون؟ هل رح أفتح هذا اللود ألاقي في إندكتور على جهة وريزيستر على جهة؟ احتمال يكون كله في داخل يعني لو فتحت سينجل فيز موتور سينجل فيز موتور ما رح لاقي إندكتور محطوط في جهة وأقصه الكمبوننت وأطوله وأمسكه أقول هاي الإندكتور وفي جهة تانية أجي ألاقي إرزيستر هدول للمحرك جمعنا كل الإندكتنسي الموجود فيه وإحنا حطيناه على شكل كومبوننت بس هو داخل المحرك فهو أصلاً محرك لو أنا إجيت أو اللود هذا لو فتحته ما رح لاقي هدول الكمبوننت سلمت بارامتر هم ديستريبيتد أوكي؟ فما إله أصلاً معنى أني أروح أفتش على الإندكتور أحط الكباستر معه هلأ فيه كان نظرياً أني أحط الكباستر هذا مع اللود تمام؟ خلينا نتطلع عليه هذا الـ مدام سأل السؤال هذا نظرياً ممكن أحط كباستر إن سيريز معنا دول وروح يغير الباور فاكتر هل هذا حل مقبول؟ مجرد أستأمر لأنه رح ينطرح من شو اللي رح ينطرح؟ يعني من قبل هذا ما رح يجي الصحيح مش أنا رايح الشبك ويجاي بـ 120 وربت هون شريت جهاز والجهاز هذا بشطلع 120 فولت بعدين بروح بخرب الأمور بحط الكباستر مع هاد حيث هون الـ 120 فولت اللي هون ما بيجي من 120 فولت هون مش هيك؟ أوكي؟ ليش عمل هيك؟ ورح يصير فيه كباستر رح يصير فيه كباستر رح يصير فيه كباستر ونظريا رح يتحسن الباور فاعدة بس هانا ما رح يشتغل بشكل صحيح. يمكن هادا ما يجيهوش من مئة وعشرين غير تمانين فولت مثلا. هذي مش الطريقة الصحيحة. طريقة الصحيحة احافظ على الفولتج اللي جاني من الشركة اللي رايح على اللوت. على مدخل المنشأة يعني يمكن يكون هذا كله هون مصنع. وعلى مدخل المصنع وهو جاي السنجل فيز طبعا المصنع ما رح لديه ح conta مصنع هادا الي جاي وداخل هون انا على المدخل الي جاي من السورس الرئيسي بروح بيخط الكا فحافظت على نفس ، اللوت لسه بي شوف نفس اللي هو المصدوض يشوفه ويسحب الي هو مفروض انه يسحبه ماتغير عليه الشيء. الوحيد الي الشيء بتغير الجزء من المنشأ ال الرى m 놀� من ويجي من الشبكة من وين صار يجي هذا الرياكتف كومبوننت الكمبوننت اللي على تسعين درجة صار يجي من الكباسيطة ولو قد أرسمهم كفايزر زلان لو قد أرسمهم كفايزر داقران إيش سمينا هذا البلين؟ فايزر بلين وعندي هون ريال الفايزر إذا عم بتلوف على أي سرعة ووميجا ووميجا إيش علاقتها في F وهذا أعمال بلوف أي فايزر موجود هون بلوف وهدول كلهم اللي هون نفس كل الفايزر زلي هون إيش اللي مشتراكي بينهم نفس الفريقونسي بس الفايز تبعهم مختلف والفايز تبعهم بيبين حسب وين هو موجود على الفايزر داقران وعمال هم بلوفوا بهذا الاتجاه من هون أنا عندي فولتج اللي شاي من الشركة هون هاي مثلا الفولتج اللي شاي من الشركة تقول مية وعشونين الكارنت شو كان عندي الكارنت اللي لما حلينا مبارع بدون الكباستر وين كان الكارنت عندي الأزرع؟ كان لاجن وكان الكارتش خمسة وسبعين درجة كان وكان حتى مش خمسة واربعين خمسة وسبعين مزقوط كان كيف؟ وكان لاجن واضح إنه لاجن يعني عمالي بلوف هون وزي ما تذكروا حكيت لكم لو أنا بطلع من هو مين بشوف بالأول الأحمر ولا الأزرع؟ روح بشوف الأحمر وهو والكارنت وهاي الزاوية بينهم؟ خمسة وسبعين خمسة وسبعين ولو أخذك كوسين الـ خمسة وسبعين شونه فهو يأخذي؟ بوينت توفر بوينت توفر خد احسن كوسين الـ خمسة وسبعين لكن التعريف الصحيح لالباور فاكتر إيش؟ كوسين ثيتا ولا بي على اس؟ بي على اس لأنه في حالات رح يبطل كوسين ثيتا صحيح التعريف الصحيح للـ فاكتر، Sstrictly speaking هو الـ على العبارد ستركتل كوسين ثيتا مزبط بالحالة هاي بس في حالات تانية ما رح مزبط لازم نرجع للتعريف الأصلي التعريف الأصلي هو الـ اللي أنا نقلتها على العبارد كوسين 75، بدأش طالعه معك؟ طبعا ما رح يعطيني اشارة. من وين انا بدي اعرف؟ من وين انا بدي استنتج انه من السياق. من السياق بدي اعرف. بدي اعرف من هون انه هذا الكمبونت هون ما رح يعطيني اشارة. رح يعطيني سواء كانت الزاوية او ناقص 75. كسينها رح يعطيني رقم موجب اللي هو بس انا لازم اعرف من السياق. تأكد لما بتجاوب على السؤال لازم تحط كلمة. ما تحط للي بلس او مينوس. اوكي؟ مش صحيح. في حالات بكون فيها الوضع لبنكون عندي هذه قصة مختلفة. اوكي؟ بس الوضع عمره ما بكون اكبر من واحد. قد يكون هون بحالة هذا الوضع دائما. طيب اذا نتطلع من هون. الفكرة اللي انا كنت بدي احكي لكم اياها. هذا الكمبونت مش انا بغضر احلله لتو كمبونتس. شو هم التو كمبونتس؟ ريلو اماشنا. اوكي؟ فبغضر اعجي الان اعجي اهمية خط مقطع من هون. وخط متخطع من هون. واقول والله هذا الكرنت هو عبارة عن 2 كمبونتس. ريلو اماشنا لي. مين الكمبونت اللي انا مدايقني اللي بدأ اخفف منه؟ مين رح يساعدني بانه ياخد جزء من هذا الكرنت هو يزودني فيه الكباستر. هل رح ياخده كله ولا جزء منه؟ جزء. جزء. لو اني انا بدي ارفع على ون بدي الكباستر تتيل with all هذا الكمبونت. كل هذا الكمبونت. طب هذا الكمبونت ايش عم بعمله؟ الكمبونت. ممتاز. هذا الكمبونت. هذا ضرب هذا عم بعطيني الكمبونت. هايها رم اس. اي رم اس. كوسين ثيتا ما بين بي و اي بعطيني هذا الكمبونت. هذا الكمبونت الصليل هو إن فيز مع هذا. اذا ضربتهم بعطوني الباور اللي انا عم بعمل هذه الكمبونت. اذا اخدت هذا الكمبونت وضربته بي بي بعطيني الرياكتيف باور انا الرياكتيف باور بدي اخفف جزء منها. شو يعني بدي اعمل؟ بدي اجي اقول خدلي الكمبونت. مش كلهم. فهذا رح يكون افضل. هذا هو الكمبونت. لاحظوا هذا الكمبونت اللي عم بيسحبه الكمبونت. شو الفيز انجل علاقة الفيز انجل بينه وبين مئة وتمانين درجة. فلما يكون عندي بينهم مئة وتمانين درجة شو بعملوا ببعض؟ بالغضاء. تمام؟ هاي فكرة هاي بس مقدمة عشان نشوف هلأ طريقة الحل اللي بدنا نمشي فيها.